حدثنا كمان يا رسول الله الموطقون أكناف الذين يألفون ويألفون انت أليف؟ انت الناس بتألفك؟ ولا انت قافل عن نفسك وعلى مجتمعك؟ فمتكلمش جارك ولا بتكلمش ولا بتكلم جارتك ولا بتكلم الناس في الشارع وتقول يا رب ده أنا حايش هنا في كم من الناس اللي ما بيطعوكش أنا خايف أنا خايف أن أنا أتعذب بسبب الناس المحطين إيه البشاعة دي فأنت على فكرة مش جاي الحياة عشان تثبت أن أنت الأفضل أنت جاي الحياة عشان تعيش عبد الله بالمناسبة أنت عبد الله وهم عبيد الله وعلى فكرة أنت ممكن تكون شريل لأن أنت بتطلع أسوأ ما في الناس لأن الشرع أمرك أنك تدفع باللاتية أحسن والشرع أمرك أن أنت تخرج أجمل ما في الناس وأحسن ما في الناس وعشان كده كرامة العبد في حسن افتقاره لمولاه وعشان كده علامة أنك بتعيش بدين الله في الحياة أنك تعيش بالتراحمية مش بالطبقية يعني أنك رحمة للناس الله سبحانه وتعالى قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونة أنت بتمشي على الأرض هونة ولا بتمشي على الأرض الناس شايفين رسول رسول الله جيه ولا لا ده أنت ناقص أنت وماشي على الأرض تقول يا جماعة أنا وصلت ما تقوله طلع البدر علينا حتى أنت طلع البدر علينا بتقول أن هي طلع البدر علينا ده تحدثها ضعيف فأنت حتى طلع البدر علينا بتقول أن هي مش موجودة مش ممكن تكون أنت عايز أن أنت تكون خير للناس وإنت الناس ما تشوفش منك خير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي وقال خير الناس أنفعهم للناس أنت أنفع للناس وبعد أنت تدعي أن أنت شبيه بتتشبع بحضرة النبي أنا شايف أنه يعني يبقى فيه حمرت خجل شوية عشان أن أنت لو شبيه بحضرة النبي كنت تقدر تخرج أجمل ما في الناس أن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي وعشان تعيش بالتراحمية لازم يتعود الإنسان ويعود الإنسان نفسه على خلقين مهمين أول خلق خلق المسكنة اللهم أحييني مسكينا وأميتني مسكينا وأحشلني في الزمرة المسكين مين يتكلم ده مين اللي كان بيقول كده سيد الخلق فالمسكنة معناها أنك تعلم نفسك كيف تعيش بين الناس مسكينا وإيه اللي حصل فتعمل نفسك مش تعمل نفس المسكين قدام الناس لكن تعيش ده عشان تنال عطفهم لا المسكنة أن أنت تحيا فقير مسكين وأن تحس أن أنت بيناده الله كأنك تعمل إيه بتعمل نفسك باللي قاله حضرة النبي اللهم أحيني مسكين أنا أمتني مسكينا وحشلني في الزمرة المسكين سيدنا أبو بكر لما يجي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إن الله أمرني أن أن أقرأك أن أقرأك القرآن فحضرة سيدنا أبو بكر يقول له أسماني باسمي ففضل اللي يبكي فبالرغم أن سيدنا أبو بكر مبشر بالجنة لكن تجدوا اتربى على اتربى في مدرسة أعظم مسكين لله حضرة النبي يا أيها الناس أنتم مفقراء وإلى الله فيحس أنه فقير بيناده الرب ولذلك إلا حاصل وصل بقى لدرجة الإمعان في المسكنة والله لو إحدى قدمية في الجنة والأخرى خارجها ما أمنتم مكر الله هو ده اللي تربى في مدرسة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر أنت فين من سيدنا أبو بكر السؤال الثاني خلق المحبة مش هينفع أن أنت تكون أنت عايش بالتراحمية ولازم تعيش بالمسكنة وتعيش كمان معها بخلق المحبة الصادقة يعني إيه المحبة الصادقة يعني إيه لا يؤمنوا أحدكم حتى يحب الأخي ما يحبوا لنفسي حضرة النبي اللي علمنا ده حضرة النبي جعل أن الإنسان يحب الأخي ما يحبوا لنفسي جزء من الإيمان وعشان كده تعالوا نشوف الإجراءات دي أول حاجة عود نفسك على أنك أنت تخدم اللي حواليك بدون نظر ولا بدون تنمييز وتخدم خاصة اللي لقيت في نفسك أنه أفضل منك اخدمه ساعده عشان يستمر جميل ويستمر في الإقبال على الله تاني حاجة عود نفسك أنك تدعي بظاهر الغيب للناس ادعي لكل إنسان تقابله تالت حاجة ادعي الله سبحانه وتعالى كل يوم في الصباح والمساء أنه يجعلك من المساكين ومن أهل الافتقار ادعي بدعاء حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أحيني مسكينا وأميتني مسكينا وأحشوني في زمرة المساكين وآخر حاجة حاول دايما لما عينك توع على الناس توع على أحلى حاجة فيهم وحاول دايما تمدح اللي فيهم ده عشان كل ما تمدح اللي فيهم ده يزداد الجمال فيهم يا رب جعلنا مساكين ويا رب لا تجعلنا أبدا في من ينظرون إلى الناس باحتقار اللهم إنا نخشى الكبر فيا رب اجعل نورك واجعل فقرا لك حاجزا بيننا وحسنا لنا من أن نقع في الكبر يا رب العالمين واجعلنا في أمانك واجعلنا في ضمانك واجعلنا يا ربنا موطؤون أكنافا لعبادك واجعلنا هينينا من أهل السهولة ومن أهل الدين يا رب العالمين في كل وقت وحين يا رب العالمين